مشاهدين نظمت إدارة محطات التجارب بوزارة البيئة والمياه ندوة علمية بعنوان الأعلاف البديلة والمراعي الطبيعية طرحت الندوة العديد من الأفكار والمحاضرات والورش الخاصة بالأعلاف البديلة والمراعي الطبيعية التفاصيل اللي بتخبرنا عنها زميلة رشا رمضان من خلال هذا التقرير نظمت إدارة محطات التجارب بوزارة البيئة والمياه برعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ندوة علمية بعنوان الأعلاف البديلة والمراعي الطبيعية حضرها عبدالله يعقوب الشاعر مدير مركز المعلومات والإحصاء بوزارة البيئة والمياه وذلك في قاعة المؤتمرات بقسر الثقافة بالشارقة شارك فيها مختلف جهات الاختصاص على مستوى دولة الإمارات من الوزارة والمركز الدولي للزراعة وأيضا جامعة الإمارات طرحت الندوة تجربة الوزارة في زراعة الأعلاف البديلة المقاومة للملوحة والمستهلكة لكمية قليلة من المياه مثل اللبيد ونسب نجاح هذه التجربة على مساحة 25 ألف متر مربع من الأراضي قامت الوزارة بتوزيع الريزومات عليها في وقت سابق من هذا العام ولاقت نجاحنا أدى إلى زيادة الطلب من قبل المزارعين كما استعرضت الوزارة الأبحاث الناجحة التي أجريت لإمكانية إدخال زراعة التين الشوكي كأعلاف مكملة تصلح للتربة المالحة بدت الوزارة بتجريب وإدخالات للأعلاف اللي ممكن إنها تتحمل الملوحة وتتحمل قلة المياه من ضمنها بدت إدخال العلاف اللي يبدت طبعا بعد تجريبه ومقارنته بالأعلاف اللي هي المستهلكة للمياه فطلع الحمد لله العلاف هذا يوازي أما يفوق على مثلا الرودس أو الأعلاف الثانية في تحمله لقلة المياه ملوحة المياه إنتاجيته عالية المواد الغذائية اللي فيه البروتينات وكذا أعلى من الأعلاف الثانية المستهلكة للمياه ضمن الأفكار وعلى أساس أننا نحن نطلع بتوصيات من هذه الندوة من ضمنها اللي هي إعداد خارطة للوحدات الرعوية في دولة الإمارات وهذا سوف تنعكس بشكل يعني كبير جدا على التروة الحيوانية الموجودة فتحديد اللي هو المناطق الرعوية هو تحديد مواسم للرعي وضع تشريعات بالنسبة لتنظيم هاي النظم الرعي سوف ينعكس بشكل كبير جدا على التروة الحيوانية الموجودة في الدولة ضمت الندوة عدد من المحاضرات الهامة استعرضت خلالها مواضيعا تتعلق بأثر التنوع النباتي على المراعي الطبيعية وفوائد استخدام النباتات المحلية وغيرها من البحوث الهامة في ذات الشأن وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة لضمان الأمن الغذائي بمفهومه الشامل وتوزيع الاحتياجات اللازمة من الأعلاف البديلة لزراعتها في الترب المالحة سعيا لتحقيق التنمية في الثروة الحيوانية التي تسهم بالتالي في زيادة المردود الاقتصادي في أسواق الدولة حسابة الفطريات والكائمة الحية الدقيقة